اشتركوا في القناة لامراض القلب وهذه معروفة لدينا هناك اشياء بايدينا وهناك خارج عن يدينا يعني خارج عن يدينا مثل ايش مثل الانسان يعني مولود ذكر وانثى زين مولود في مجتمع يعني فقير عمر الانسان ما بيده يعني يكبر الانسان مع الوقت اختيار الاب والام هذا ما بيده ولكن في هناك عوامل تؤثر على القلب موجودة ومكتسبة منها الضغط الضغط للأسف الشديد اصبح يعني الناس لا لا توالي للضغط اي اهتمام تظن انه لانه ما في اي عراض صحيح انه ما في عراضه لكن المرض يعني ضغط الشرايين راح يسبب مشاكل في القلب وفي الرأس وفي الكلا وفي العيون وفي العصاب اذا احنا ما اهتمينا فلا بد يكون للمريض يعني يهتم في اه يبتعد عن عوامل تؤثر تعمل مشاكل القلب منها موضوع الضغط النفسي الانسان يكون الضغط النفسي ممرتاح بالعمل يعني ما ينام كفاية يكثر من منبيهات يكثر من الاكلات السريعة هذه كلها تشارك معها طبعا توفر العوامل الجينية وعوامل يعني البيئية على رفع الضغط اه مشاكل الكوليسترول الكوليسترول طبعا معظمها يعني تكون نتيجة ايضا نتيجة امور جينية ولكن هناك امور مكتسبة من من الانتخمة اه الاكل الغير صحي الاكل السريع اه عدم عمل الرياضة يعني انا اتعجب كثير من اطبائنا حتى يعني احنا من اطبائكم قدوة لمرضانة اننا نستخدم يعني الاسنسير بلالة نستخدم الدرج مفروض نوقف سيارتنا بعيدة في المواقف حتى نبدأ نتحرك الحركة مهمة في حياة الانسان فالشي الثالث موضوع النوم الكافي انسان ينام كفاية من النوم محتاج على الاقل ثمان الى سبع ثمان الى تسع ساعات نوم باليوم حتى يعني يعمل فلتريشن يعمل ريفيرسينج مثل الكمبيتر نسكر الكمبيتر نفتح الكمبيتر ويساعد على يعني اه رجوع الامور لمناصبها اه التدخين يا اخوان التدخين مصيبة يعني الان اصبح تدخين في كل مكان حتى عند الصغار في السن فالتدخين اذا انا ادخن احاول ادخن بعيد عن عيالي حتى ما يأخذوني كقدوة يعني فنحب ننوه هنا موضوع تدخين حتى في الصغار السن يسبب جطات في في الشرايين والقلب طبعا موضوع السكر وموضوع السمنة موضوع العدم اكل صحي والخضروات في واك هذي ايضا مهمة فهذه بصفة سريعة ان العوامل تسبب امراض القلب حبيت اذ انوه لها وتمنى لكم حياة سعيدة وصحية ومع السلامة اشتركوا في القناة